موسيقى مزا الخير وأهلا وسهلا فيكن في حلقة جديدة ببرنامج نورشو حلتنا اليوم حلقة فنية بامتياز ضيوفي هن الستاذ وتلميذه بدنا نرحب فيون مع بعض مع ضيفنا الأستاذ المؤلف الموسيقي عروة شوفي أهلا وسهلا فيك أستاذ عروة أهلا وسهلا فيك أصدقائي أهلا وسهلا فيك أنت بياه كيفك شو أخبارك شرفتنا في برنامج نور شو كل الشكر أستاذ عروة الشوفي من هو باختصار عروة الشوفي سوري من محافظة سويداء موسيقي بداياتك الفنية عروة كانت من وانت صغير تحكينا شوي عن هالبدايات لو سمحت حبيت قلت العود كون الوسط حولنا يعني فيه آلات فيه موسخيين وهي آلة تعتبر آلة تقليدية يعني عندنا غالبا ما عدد كبير من الناس بيعزفوا على هاله وتعلقت فيها كثير بعدين لما بديت يعني انجح بإن يكون عازف هنا بلشت بالعود عروة مع أستاذ إجتهاد شخصي بديت إجتهاد شخصي وبعدين أخذت دروس خاصة عند أستاذ بالمحافظة السويداء وبعدين دخلت على الدراسة بشكل حقيقي على الكونسرفتوار أستاذتك تتذكرون إلى الآن؟ اللي إلهم فضل يعني بكثير طبعا فيه كثير أسماء يعني بذكر منهم ثلاث أسماء اللي أكثر شهرة حاليا من محافظة السويداء كان فيه استاذ اسمه خالد جرماني حاليا هو مقيم بفرنسا من وجه التحية من أسرة البرينامج طبعا هو ما درسني عود كعازف ولا حدا درسني عازف عود أنا كنت عازف لما درسني موسيقى وهاي أهم من أن أبتعزف تماما الأستاذ الثاني هو الأستاذ كامال سكيكر اللي هو قائد أوركسترا حاليا في دمشق وأستاذ يعني كل في سوريا كل الناس بتعرفه الموزع الموسيقي المهارف المؤلف كان إلي الشرف طبعا عند أستاذ خالد وعند أستاذ كامال والأستاذ الثالث وشاءت الصدف أنه درس بيروت بالكونسرفتوار وكان أستاذ أندري الحاج اللي هو هلق الآن قائد الأوركسترا لبنانية يعني ده هي أول أوركسترا مشتغلينها وأضخم أوركسترا حاليا هو يلقائ أنه جهن تحيية جميع طبعا طيب بما أنك أنت اختصاصك العود تحكينا شوية عن العود وبعدين نسمع منك بعطوها صغيرة أبعيون العود ألي عريقة جدا بهذه المنطقة تشعر تشعر في شيء تمس في القلب هي كأني أنا بس معود تتخيل أنه مصنوعة من روح لأنه يعني كل علاقة المصنوعة من خشب هي تمس القلب لأنها بتشبه الروح يعني النائي ولا عود ولا قانون هو مصنوع من خشب يعني كبير من المدارس في مدارس مشهورة وفي مدارس لا تماما المدارس المشهورة هي اللي توصلت بالعود لا تشهروا على مستوى العالم تماما المدارس اللي لا أو اللي هي مدارس محلية هي اللي كانت تلبها يعني فقط رغبتها الموسيقية بها يلا من المدارس المشهورة بنذكر من المدارسة العراقية واللي هي أهم مدرسة بالوطن العربي لحدها اللي لا أهم مدرسة شرقية تمام أهم مدرسة شرقية لها العود مدرسة عود مدرسة العراقية مدرسة العراقية طبعا اللي أساس المدرسة هو الشريف حيدين حيدر هو تركي تماما لأصل ابن شريف مكة يعني كان مقيم بالعراق هو أساس المدرسة وطلع عنده من تلاميذه أشهر حدا بالعالم هو مونير بشير. مونير بشير نعم. وأخوه جميل بشير هذا يعني مسيقار. نعم. لاثنين. ومونير اشتغل على أسلوب والشريف اشتغل على أسلوب بس هذولي يعني أسسوا مدرس العود الصولو العود. باقي ما تبقى هما ليست مدارس عود. هي مدارس يعني نغب. مش مدرسة آلية. مش مدرسة تقنية. وجعنا لكم أصدقائي جديد. نرحب مرتاني بأستاذ عراشوفي. أهلا وسهلا فيك مرتاني. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أستاذ عراشوفي. ما تسمعنا الآن؟ ما بدك تعطينا. شرقي هيك. كونه فيك كمان اليوم كثير أساليب العزف يعني. ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة المشروع بدأ عند معرفتي بهذه المرة حكينا عن مشروع بداية كرال كرال تمام الفكرة بلشت أن تبدأ كرال تمام كانت عم تطلح فكرة كرال أنا طلحت فكرة فرقة كانت بداية بسيطة جدا عملنا تقريبا ما يزيد عن عشر حفلات بهذه النمط طبعا بهذا الوقت أنا كنت عم بشتغل مع فرق نمساوية أكثر من فرقة فرقتين نشتغل كمان حفلات بس أنا بشخصي يعني كعودة كعازفة بالعود مع الموسيقى النمساوية الأوربية تمام اللي بصير بعدين أنه بتعرف أكثر على الناس الموجودين فبيطلع فيه ناس سوريين مقيمين وبيطلع فيه منهم المحترفين هون يبعاد ينز مثلا ولكن نتواصل مع بعضنا ومنلتم العدد بيكون سبع أشخاص بيقترح فكرة الأوركسترا وبنبدأ العمل عليها بتبدأ تكبر يعني هي ما بنشتغل أوركسترا بشكل حقيقي ليكون عنا الرقم كامل تمام اللي هو العدد لازم يكون مكتمل للأوركسترا لا هو ليس هو مش موضوع عدد وبس يعني هو موضوع صوت كتلي بس العدد اللي كان بشكل مبدئي لأوركسترا وتريه كان عشرين تقريبا شخص بيعملوا أوركسترا صغيرة تمام بلاشتوا بعشرين وصلتوا لعشرين بدينا نفكر بأنه نعمل حفل عملنا أول حفل طبعا انسى الصعوبات الجدا صعوبات تكل فيه صعوبات تكل فيه جدا مرعبي بيبيانا طبعا الأم ماري هي الداعم الأساسي دائما كمان بهاي الفترة يعني عملنا أول حفل ناجح الحفل ما كان نجاح باهر بس كان ناجح بالنسبة لحفل الأول الحفل الأول قمنا بهذا الحفل بموت ثياتر بواحد من أشهر المسارح بفين وكان المسرح نفسه موعد بشكل صحيح وكادر الموسيقيين بشكل كويس واخذنا وقت أحسن بالبروفات يعني عملنا تقريبا ثلاثة بروفات بشكل حقيقي كان كويس يعني طبعا حضور كان كبير حضور كبير طبعا كان العدد العام 420 كرسي يعني لحد هذه اللحظة ما منعرف بس ما يزيد عن 350 شخص اللي حضر الحفل فهذا يعتبر فول يعني حضور كثير كويس بالنسبة لنا نحنا انطلاقتنا الأولى وكانت الانطباعات كثير كويسة انطباعات الناسية كثير تمام كانت الانطباعات كثير كويسة هلأ اللي كان نقدموا بالأوركسترا هو مؤلفاتي ومؤلفات صديق إلي اسمه أيمن هلان من وجهر تحيي معلوم هو قاد الأوركسترا اللي قاد الأوركسترا بالحفلين كمان كان معي أيمن كان معي أصدقائي فادي حاس عازف الناي الاخ من وجهر تحيي الشباب يعني الكادر الشرقي اللي كان معنا بالواحد فهي بدأت تنشهر القصة وبهاي الفترة نفسه طرحنا مشروع جديد هو أوركسترا للأطفال هوني بقى يعني بدأ يجي أهلا وسهلا فيكم زينة من زينة؟ أهلا وسهلا فيك أنا أعزف على الناس أنا أعزف على الانون أعزفت بحلب أخذت سنة سولفاج وأعزفت تقريبا سنتين عزف وهون يعني صنى تقريبا خمس شهور من عزف على مغتوات والأمورة اللي هنيت اللي أنا أدريانا والله هنن بيأسفو أي شيء أي شيء بتقولون علي بيأسفو طبعا النواط أصعب نواطة بفكواك كل ما راح يقدموه هلأ عندن حفليوهني بسبع وعشرين شهر بسبع وعشرين هذا الشهر سبع وعشرين واحد كل شيء بهذه الحفلي هو من تدريسي لألون طيب نسمعنا نسمع شيء منهم هلأ طبعا عشان نكسبه لأني أنا أحبايته لأننا نسمع من الضغاء تمعونا سماعي ولا لونغا لونغا يلا لونغا لونغا ولونغا أنا مفسطة صح لونغا لونغا أوك المترجم للقناة 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 المترجم للقناة